صباح الخير جميعا أنا في البداية يعني أود أن أعتذر عن الالتزام بمضمون العنوان الحقيقة أنا حاولت أن أفهم العنوان أن أكتب فيه وأن أحدد المساحة المساحة التي لم تتمكن اللجنة من الوصول إليها فلم أستطع فتعذروني على هذا أنا أعتقد أن العنوان ملتبس أنا ما عندي الوسائل ما عندي غير التقرير فما عندي الوسائل اللي أعرف أن مثلا سألوا شيء من جهة معينة ولم تستطع ولم تزودهم به الجهات الرسمية أو التحقيقات أو إلى آخره فحاولت أن أقول شيء مختلف حقيقة أن أيضا يعني شفت بأن الغوص في هذا العنوان الواسع ممكن أن يعني غير مفيد لهذه الندوة أو هذه الورشة وغير مفيد للمعارضة باعتبار أن المعارضة أن تقول التقرير كويس يعني ما فيه أي شيء في نواقص لكنه بشكل عام يعني شخص الحالة وتطالب المعارضة بتطبيق هذه التوصيات ولذلك ولذلك حاولت أن أفهم المساحة التي لم يرد لهذه اللجنة أن تصل إليها وليس التي لم تتمكن خاصة أن هذا الكلام أو هذه الورشة تأتي بعد مرور عامين على التقرير واللي المعارضة تطالب بالتطبيق وأيضا الحكومة تقول أنها طبقت وطبقت بشكل يعني جزئي أو بشكل التفافي كعادة الحكومة عادة يعني الحقيقة هذه من سنين مو بس خلال السنتين اللي طافوا السؤال يعني يعني ماذا لو ماذا لو طبقت الحكومة تقرير بسيوي هل هذا يعني سيؤدي إلى تحول البحرين إلى بلد ديمقراطي إلى أنا بتقديري أنها حتى لو طبقت الحكومة ممكن طبعا التقرير جيد ويشخص الواقع من ناحية الحقوقية لكن التوصيات يعني التوصيات حتى لو طبقت ستؤدي إلى تحسن في الوضع الحقوقي لكن من بين مسائل الأمر الملكي الصادر بتشكيل اللجنة أن رفع التوصيات لمنع تكرار الأحداث طيب إذا كانت وبالتالي المساحة التي لم تغطيها اللجنة أو لم يرد لها يعني يرد لها أن تغطيها اللجنة هو هي بنية النظام السياسي لأن أنا بتقديري أن الأحداث أساسا ما كان لها أن تحصل في البحرين مع وجود مطالبة بطالبات مشروعة ومقبولة دوليا مقبولة حتى يعني محليا من العقلاء يعني نشوفونها أنها مطالب جدا معقولة أنها تكون في سلطة تشريعية ومنتخبة وهذه يعني اشتغلت عليه المعارضة خلينا نقول من فترة طويلة من ما قبل العهد الإصلاحي لذلك أنا أشوف أن يعني ما لم تصل ما لم تصل الأمور في البحرين ولو كان بشكل تدريجي إلى تناول بنية النظام السياسي في البحرين هل هذا النظام السياسي القائم عندنا يرتكز إلى مبدأ أن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات إذا كان هذا المبدأ نظريا موجود لكنه من الناحية العملية غير مطبق لأن يقتضي أن تكون هناك يعني السيادة للشعب في أي مكان في أي مظهر تتمظهر تتمظهر في وجود سلطة تشريعية منتخبة كاملة صلاحيات ولذلك يعني بتقديري أن النشاط الإصلاحي النشاط المعارض لابد وأن يتجه إلى هذه النقطة الجوهرية لأن الإصلاح الجزئي والبطيء وإصلاح هذا القانون وتعديل ذاك القانون وكذا لا يغير من البنية الأساسية القائمة القائمة على على أعطاء شكل شكل ديمقراطي لكنه في حقيقته هو قائم على يعني ما سماه الزميل الأستاذ محمد أحمد بشرعنة الاستبداد يعني جاء الدستور 2002 وشرعن الاستبداد وأعطى أشكال يقال عنها بأنها ديمقراطية لأنها سائدة في الدول الديمقراطية الحقيقية لكن مع أفراغ كل أفراغ المضامين الحقيقية لها يعني هذه ما أستطيع أن أقول لكم طبعا الورقة المكتوبة يعني أكيد قرأتوها فأكتفي بهذا القدر وشكرا لإصلاعكم